بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا يوم السبت هو يوم أصحاب السعادة اللي احنا أخذنا قرار من مدة طويلة بسبب فحصنا لأهم الحاجات اللي بيحتاجها المقبلين على الزواج وكمان المقبلين على تجديد زواجهم فوجدنا أن أهم حاجة هم محتاجينها جملة من المهارات اسمها المهارات الزوجية فبدأنا مشروع اسم مشروع التمهير الزواجي أن احنا بنحاول بقدر الإمكان أن احنا نساعد الزوجين على أنهم يبقى عندهم مهارات تساعدهم على أنهم يبتدوا حياة زوجية مليئة بالسعادة في منطقة كده مش هادر أقول منطقة عامية لكن منطقة مهمة جدا 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 الناس في بعض الأحيين لما بيكونوش مهرين في التعاول فيها مع بعض ممكن تتسبب مشكلات كتيرة منطقة ايه؟ منطقة تتعلق بمسألة الفرح ومسألة تحقيق النتائج لأن في بعض الأحيين الناس بتعتبر أن الإنسان الفرحان ده أنا مش محتاج مهارة عشان أتعامل مع نجاحه سواء مع نجاحي أنا الشخصي أو مع نجاح شرك حياته سواء هو نجح في وظيفته نجح في شهادته أنا مش محتاج لده وده بيفوت فرصة كبيرة جدا جدا على الزوجين أن هم يكونوا في بقرة اهتمام كل واحد مع الثاني ويبقى فيه اهتمام كبير جدا 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 مع بعض وعشان كده النهاردة عن نتكلم عن مهارة مهمة قوي هي مهارة التعامل مع النجاحات خلي بالكم الناس دائما متعودة على أن الوقت بتاع الحزن هو أهم وقت في حياتنا زوجية لا 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 فيه وقت تاني أهم بكتير هو وقت النجاح طب هل النجاح محتاج مهارة عشان نتعامل معه؟ إحياء آه النجاح محتاج مش بس مهارة محتاج عملية إدارة أدير فيها النجاح عشان يستمر ويكتمل ويزيد وما تشقبهش شائبة الحزن أو يعكر صفه الحياة الزوجية لما واحد يتقدم وينجح فيحط النجاح مصاد الجواز لا فهنا النجاحات المتتالية حتى وإن كانت نجاحات قصيرة لها تأثير إيجابي جدا جدا على الحياة الزوجية فبتبقى فرص اللي بيقدر يدير التعامل مع النجاحات بتبقى دي فرص عشان الحياة الزوجية تتفتح عليها أبواب السعادة لأن النجاحات دي بتعمل إيه؟ بتحفز الزوجين إن هما يطلعوا أحسن ما فيهم ويبقوا حسين كده بالتقلق ويمكن شويتين تلاتة حسين بأنه هما أحلى وأجمل وعشان كده بتبقى فرصة ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي تأيما كان يتعامل مع الأوقات اللي فيها السيدة عائشة يتعامل ويحفزها ويؤكد على نجاحها مثلا في الفهم فالسيدة عائشة مثلا لما حد يتوفى من أولاد المسلمين تقول عصفور من عصافير الجنة فقال أوه غير ذلك يا عائشة صح كلامك صح فيأكد نجاحها فلما يتعامل مع نجاحها بهذه الطريقة أو هي تتعامل معها بنجاحها بأسلوب حسن ده يبقى فرصة لتدعيم العلاقة ولذلك النجاح بيرفع المناعة النفسية والمناعة النفسية دي هي اللي بتوفر لنا بيئة صحية هادئة للزوجين عشان يمروا بمرحلة النوضج الطبيعية لكل زوجين فكل واحد بيحس بقيمة الآخر في الحياة لما يحصل هذا التعامل للرشيد مع نجاحات كل واحد والنجاح بيجي نتيجة على فكرة للطموح اللي بيعتبروا الناس كل الخبراء بيعتبروا أن الطموح أحد أهم أسر السعادة الزوجية والطموح بالمناسبة قيمة ومعنى إيجابي بيحفز الإنسان على العمل والسعي المستمر وهو التطبيق العملي أن الطموح ده التطبيق العملي لحسن الظن بالله والأمل والرجاء وإحنا بيقول إن دايما الإنسان بيتردد ما بين الخوف والرجاء فالرجاء ده هو اللي بيعمل لدى الإنسان الطموح ده المصدر الرئيسي لطموح الإنسان لكن لازم كمان إحنا بنتعامل معاه بتوازن ومن التوازن في التعامل مع الطموح أن نحن نعرف إزاي ندير الطموح ومن أحد أهم أشكال إدارة الطموح هو إدارة الطموح وإدارة أولوياتنا في الحياة فالأسرة مثلاً أولوية وإحنا مش بنعمل من أجل العمل يعني إحنا مش بنشتغل من أجل الشغل لكن إحنا بنعمل من أجل غاية فمسألة إدمان العمل مثلاً دي بتخرج الإنسان من حالة الاتزان فيبقى الإنسان لو أدمن العمل لا يكونه متزناً في إدمان العمل مسألة تخرج الإنسان وبأكد على إن هي بتخرجه من حالة الاتزان وفي نفس الوقت اللي بيقتل طموحه بيعيش بيعيش حياة صعبة شوية بيعيشه كأنه عنده شطر إنسان بيعيش بنص إنسان الإنسان اللي من غير طموح ده سواء على فكرة كان ده رجل أولا ست عشان كده بنقول لابد بشكل واضح التوازن ما بين العمل والنجاح وبين دورنا في الأسرة وده توازن من أهم التوازنات ويمكن فكرة إن الإنسان مخلوق ليه عينين وليه إيدين وليه رجلين عشان دايماً يفهم إن فكرة التوازن هي إن يشوف الأشياء بأبعاد مختلفة ما يشوفش النجاح العمل هو أهم حاجة في الحياة ومش مهم الأسرة الأسرة تتحمل والأسرة تقدر لا لازم يكون هو متوازن في طموحه يبقى عنده طموح للأسرة زي ما عنده طموح للعمل عنده طموح للعمل زي ما عنده طموح للأسرة فقتل الطموح يوصل الإنسان إلى حياة بهتة لا فائدة منها وممكن يعمل كده بحجة إنه ما إيش عايز يأثر في البيت ويبسط الحياة الزوجية لكن السيدة عائشة كان في بعض الأحيين بتأتي الداجن فتأكل عجينة زي ما حكينا ففكرة التأثير في البيت لابد إن احنا نعيد النظر فيها لأن التأثير في البيت أمر نسبي وكثير من الأزواج فكرة التأثير في البيت لازم نؤكد لهم إن هي نسبية في واحد لو شاف مراته مش قادرة تنظف البيت ومسحها لإزاس كده فلا أطراب بيسمي ده تأثير وفي حد تاني لو رجع وما لقاش أكل في البيت ولقى زوجته تعبانة ومقاريفة يقول لها أهم حاجة نفسيتك وما يشوفش إن ده تأثير أو إن هي مثلا نسيت حاجة مهمة جدا 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 في العلاقة اللي بينهم بعض إنه طلب منها إن هي تفكر في موضوع مهم زي موضوع مثلا إزاي هيجددوا حياتهم مع بعض فنسيت فتقول له أنا نسيت والله فهو يرى مع إن ده معنى مهم من بينهم ومن بين حياتهم ما يشوفوش تأثير لكن يشوفها إن هي مشغولة ومحتاجة تقلل للتشوش اللي عندها فالتأثير في كتير من الأحيين بيستخدموا على فكرة طرف من الطرفين إنما يكون هو مش في حالة اتزان يستخدموا عشان يتهم الطرف الآخر وساعات بيستخدموا الرجالة عشان يوقفوا وتحموح الستات في عملهم وساعات الستات بتستخدمهم عشان تخلي الرجل يمشي في المسار اللي هي رسمه له من إنه يفضل عبارة عن مكينة لجلب الأموال للبيت وعشان كده الطموح لو تعارض مع الواجبات بيكون اسمه تمني فالطموح لازم يكون رشيد ما يتعارضش مع ايه؟ مع واجباتي ما يبقاش أنا عندي طموح وانسى واجباتي كأب ولا هي تبقى عندها طموح وتنسى إن هي زوجة فالطموح على فكرة كلمة لو تأمننا نحب إحنا نعمل في بعض الأحيين لتنشيط الزهن حاجة ترتبط كده بحروف الكلمة عشان ننشط زهن الإنسان عشان يبقى مركز في فكرة الطموح الطموح كلمة من أربع حروف الطاق والميم والوا والحق يعني طريق ممدود وساعاتي بقى محمود واقعي لحلم فإذا كان ده مش واقعي فهو مش طموح لكنه تمني وإحنا دايما بنحظر من العيش بالتمني ده وعندنا حلول للتوفيق ما بين الطموح والأسر مثلا تغيير طبيعة العمل أو وضعية العمل فتغيير طبيعة العمل أو وضعية العمل عشان يبقى الطموح ده واقعي وبيحفز ده على البيت فممكن نشتغل من البيت مثلا أو ممكن في بعض الأحيين أعمل حاجة زي الأجازات بدون مرتب أو نصف العمل ده عشان أقدر أحافظ على البيت وأقدر أحافظ كمان على كيان هذا البيت تاني حاجة ممكن نستخدمها عشان يحصل التوفيق ده تمديد الوقت لتحقيق الأهداف يعني بدل ما أنا أعمل حاجة في شهر ممكن أخليها عملها في شهرين بس الشهرين دول يكونوا منضبطين يعني ممكن أضع خطة أطور شوية للوصول للنجاح اللي أنا عاوزه في عملي فمسلا بدل ما يبقى سنتين بدل ما يبقى سنتين بدل ما يبقى سنة واحد وده ممكن بيظهر أوي أوي في مسألة الماجيستير والدكتوراه بيحصل جدا 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 لما البيوت كده أو لو واحد عايز يعمل إيه يعمل شركته الخاص فيسيب كل حاجة ويتفرغ لشركته الخاصة بدل ما أنا عامل شركته الخاصة في ستة شر أو في تسعة شر ممكن أعملها في سنة ونص لكن إن أنا مصر اللي أنا أعملها في الوقت ده فأسيب البيت وأسيب كل حاجة ده مش هيؤدي إلى إن البيت يفضل في حالته الصحيح ولذلك حضرة النبي هيفضل دايما بيعلمنا إن في الأوقات اللي زي دي عشان نكون حكماء بيفضل الشعار الكبير أوغلوا برفق يعني أعملوا الحاجة برفق ما تجرحش حد ما تكسرش حاجة وإنت بتجري ناحية هدف الحياة الثالثة اعمل ممكن اعمل الميسور لإن الميسور لا يسقطوا بالمعصور مش لازم تتشبس بشيء معين ولازم الحاجة دي تحصل ولازم أوصل لها من هذا الطريق وإلا الدنيا توقف حاول توصل للنجاح قدر مستطاع وخليك مرن في سعيك للنجاح وإعمله بأقصر طريق ممكن يعني إيه؟ مش لازم أنا أخذ مثلا الشهادة بتاعتي من المحافظة الفلانية إذا كانت المحافظة الفلانية دي أقرب مني فممكن أخذها من طنطة لو كنت أنا طنطوي مش لازم أخذها من عين شمس أنا ممكن أعمل كده وخليني مرن ليه؟ لأن أنا عايز أن أنا أحافظ على بيتي لكن أن أنا لما أسر أن أنا أسافر وأسيب البيت وأنا عندي فرصة أن أنا أعمل كده أنا مش مرن يبقى المسألة ممكن تكون فيها هذه المرونة على فكرة الشرك الحياة بيبقى ملاحس كل هذه الأشياء فمسألة أن أنا أكون مرن ده شيء مهم جدا 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 عشان أقدر أوفأ وأوصل لطموحي رقم أربعة أن أنا أبدل المهام وأوعيد توزع بيني وبين شريك حياتي زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه كان بيدعم نجاح الزوجة من أعلى وأن ده من أعلى درجات حسن العشر فكان بيسجع السيدة عائشة على التعلم أنا بحب أعمل كده دايما لما نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفهمش فعل رسول الله بالفهم الضيق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيساعدهم في البيت من غير ما يكون أصد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدفعهم إلى ما فيه خير أيه الدنيا والآخرة لكن السيدة عائشة عشان هي مشغولة بيه مشغولة بطلب العلم كان إيه اللي حاصل بيساعد على التفقه في الدين ولذلك روت السيدة عائشة نفسها عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الأحديث اللي كان فيها صلى الله عليه وسلم منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله يعني بيساعد أهله فده شيء مهم أو أقوي حد يجي يقول لي طيب الكلام ده كويس قوي هل ممكن تقول لنا باعتبار أن أنت بتتكلم عن تدريب تمهير ما هو أهز بدل أنت تكلمت عن مهارة فأنت بتتكلم عن تدريب ممكن تقول لي حاجات كده أتدرب عليها عشان أقدر أبدير طموحي لأن على فكرة من أكتر الحاجات اللي سعاد في فترات الخطوبة بتبقى البنات بتسأل بيها الأزواج أو حتى الأزواج بيسألوا بيها البنات هتقدروا تديروا ملف الطموح ده إزاي فإحنا عن ساعتكم سواء المقبلة على الزواج أو اللي بيجددوا حياتهم الزواجية بشوية أمور عشان تقدروا تديروا طموحكم وطموحكم ما يضعش في مهارة اسمها مهارة ايه التعامل مع النجاح سواء التعامل مع النجاح التعامل للوصول للنجاح أو عندما أنجح كيف أستمر على النجاح من غير ما أدور البيت أول حاجة ممكن أعملها وأتضرب عليها إن أنا التشجيع وإظهار الإعجاب إن أنا أدير مسألة التعامل مع النجاح إزاي لما أكون عايز أخلي نجاح شريك حياتي ما يفسدش البيت أو يعمل مشكلة في البيت أعمل إيه أشجعه وأظهر إعجابي باللي هو عمله لأن كل ما بأظهر إعجابي اللي هو عمله وكمان أشجعه هذا بيزود الانتماء إلي فكل إنسان بيحب إنه هو يشعر إنه هو ناجح في عين شريك حياته مش بس ناجح في نظره هو أو في نظر الناس أقول لكم حاجة الشعور بالنجاح في عين شريك الحياة له طعم لا يعادله أي طعم أي طعم حاجة ملهاش ملهاش زي عارف ليه لو النجاح نجاح الزوج في عين زوجته بيقربوا من البطولة إنه هو بطلها حاجة شايفة حاجة كبيرة والنجاح في عين الزوج للزوجة بيحسسها إن هي غالية ومش هيتفرط فيها أو الله هو ده الشعور اللي بيحصل كده فكل ما شجعت شريك حياتك على النجاح وأظهرت له أعجابك بأداءه في عمله أو في دراسته أو في أي شيء إيه لا يحصل لما يكون بيقوم بيه بحرص ده هيخليه أشعر بالتقدير والسعادة وإنه كبير في نظرك وإنه مهم وإنه أنت فخور به تاني حاجة وما نخلطش ما بين الاتنين ده الخطوة الأولينية هشجع وأوزهر الإعجاب الخطوة التانية بقى تعزيز الثقة بالنفس خلاص هو نجح ويحس طب أنا هقدر أكمل تقول له آه هتقدر تكمل حاول دايما تكلم شريك حياتك عن مميزاته وقدراته ومهراته وتفكروا بيها في أثناء سعيه للنجاح عشان تأكد له أنه هو هيقدر يستمر في النجاح ده لأن فيه دايما يقولوننا كده فيه حلاوة أكتر من أنك تنجح أنك تستمر في النجاح ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا حاجة مهمة جدا أن أحب العمل عندنا الله أدومه وإنقال فلازم نستمر في النجاح ليه؟ من كان يومه كأمسي فهو مغبون هكذا هكذا أتت الحكمة النبوية وعشان تعز السقة بنفسه وده يخليه أقرب أقرب إليك وتحسه بأن مسافات كتيرة بتقطع وتبقوا قريبين من بعض ولو شريك حياتك واجه أي تحدي لازم تكون أنت أول حد بيجري عليه ويساعده فيتعود على ده فيكون في أي مشكلة يبقى أنت أول حد بياخد رأيه وما أكلمكش بقى على كم كم التوافق والسعادة والمواد والتفاهم اللي لا يحصل لو إن إحنا وصلنا لده لذلك كان من دعاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك أستبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكرا نعمتك وحسن عبادتك لازم ده نستمر الحاجة التالتة بقى أن أنا أشاركه في المهام لتزليل الصعوبات يعني أنا عارف حد لما زوجته بتقول يقولها طب سبيني أنا أفرغ لك ده وهي تقوله طب خلاص سبني أصحح لك لده أو سبني أعمل لك ده أو سبني أفرغ لك ده أو أنت مليكش دعوة ده أنا أعمله وأنت أخليك متفرغ لده ويتجنب الإنسان مع شريك حياته أنه يتزمر أو يلوم أو يشتكي أو ينتقد لأنه ده لو حصل والشريك الحياة وصل إلى أن الحاجة اللي هو نجح فيها سبب لتأثيره هو بيحس بشيء سيء جدا 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 وبدل ده نحاول بدل اللوم والشكوى وإحساس شريك الحياة بالتأثير نحن نتكلم مع بعض ونتواصل لتوزيع المهام مع بعض عشان كل واحد فينا يوفر للتاني الوقت اللي هو محتاجه عشان يطور من نفسه ويحاول دايما يزهر تعاطفه مع شريك حياته وتأثيره اللي هو بيعمله وبيقدمه سواء في الشغل أو في العمل ويمكن علشان المعنى ده السيدة خديجة قالت لحضرة النبي كده كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقرد ضيف وتعين على نوائب الحق شوف هذا الكلام الرائع يدفع الإنسان الاستمرارية رابح حاجة مهمة قوي قوي بعد ما عملنا الثلاث حاجات دي محتاجين المسندة وإعطاء التقييم المحفز يعني مش لازم تنتقد وتقول له أنت عملت إيه ما أنت بقى لك ما عرفش إيه لا لما ينجح نقول له ما شاء الله دي خطوة مهمة جدا جدا في الوصول للهدف بتاعنا ويبقى من الخطوات المهمة للمهارة دي بتاعتنا إظهار إيه بقى؟ إظهار التقويم الحسن يبقى التقييم المحفز للتطوير من الخطوات المهمة للمهارة بتاعتنا النهاردة وإظهار أن الإنسان مهتم بنجاح شريك حياته وده بيحصل بأنه يكون اهتمام حقيقي مش اهتمام كده مكذوب وياخد بأيديه ويقدم له تقييم واضح ومفيد ويفتح له باب عشان يساعده إنه هو يتطور من نفسه في أي مجاله ومهتم به وهو لو مش قادر يديله ده يبحس له عن حد يقدم له نفس ده فعمل له التقييم ده ويشجعه على البحث عن أدوات التطوير وأشخاص يستشرهم فلازم نشارك شريك حياتنا في ده رقم خمسة لازم نعرف ودي أخر حاجة وعايزين نختم بيها ونتمسك بيها جدا إن النجاح قيمة مضافة للأسر إيه ده ده مهم ده إن النجاح قيمة مضافة للأسر فما فيش داعي للغيرة وانت عشان تقدر تتعامل مع نجاح شريك حياتك لازم تعرف إن النجاحه قيمة للأسر دي كلها لأن الأسرة مش أنت وهو الأسرة مولود جديد كل واحد فيكم بيبقى جزء منه يبقى لا داعي للغيرة بس تقدر تعمل ده وتقدر كمان تساعد شريك حياتك بنفس الصافية وساعتها هتوصل لأفضل مكانة وتحس فعلا إن نجاح شريك حياتك هو جزء من القيمة المضافة للبيت وبصوا للبيت لما واحد بينجح البيت إزاي كله بيبقى فرحان يبقى ده مصدر الفخر لك وللأسرة وإحنا شفنا نمازج كتيرة ياما ساعدت في نجاح شريك حياتها وياما البيت بقى مليء بالفرح والسعادة ووصلوا لإنجازات مش ممكن حد يتصورها لما كانوا عيين وكل واحد فيهم قدر الآخر ودعمه وتفضل السيدة نفيسة معا زي ما حمل كده اسحاق ابن جعفر وشجعها أنها تقيم مجالس العلم في بيتها وعشان كده عرفت السيدة النفيسة بنفيسة العلم ولولا أن زوجة الإمام الشفعي سعادته على أنه يتحمل كسرة الأسفار ويتحمل ده فوصل سيدنا الإمام الشفعي فبقى عالم قريش الذي ملأ طباقة الأرض علمة يا سادة سندوا بعض وكونوا دايما محافظين صناعة النجاح ومن الأول كده أنتوا مقبلينا على الزواج خلوا دي مهارة أساسية في حياتكم واللي عايز يجدد حياته الزوجية ما يفضلش قاعد يكسر في مقاديف زوجته لا يسعدها أن هي تتعامل مع نجاحها بإقدارة رشيدة وهم الاتنين يحسوا أن النجاح ده مش بس النجاح لهم ولكن نجاح لحياتهم كلها وأي حد عايز يعرف قيمة أن أنت تساعد شرك حياتك على النجاح شوفوا هو عايش مع أولاده وإزاي البيت فخور بإني البيت كله مليان سعادة ومليان نجاح ومليان تقده النجاح على فكرة مش بيخلي الإنسان يوصل لهدفه بس لكن بيخلي الإنسان أزكى أنقى أسعد أكثر قدرة على تحمل تغيرات الحياة يا رب جعلنا من أهل هذه المهارة وجعلنا دايما ممن يفرحونا بالنجاح الرشيد الموسع المبارك بمددك يا رب العالمي يا سادة فاصل ونرجع لحضراتكم عشان نتلقى أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم وعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليه أسئلتكم المباركة ويظل مجلس العلم عسل الله سبحانه وتعليه يذكرنا عنده في الملأ الأعلى وتفضل كمان رجوات قلوبنا بأنه يمدنا بمدده ويوفقنا إلى ما يحب ويرضاه وتعالوا ناخد أول سؤال النهارده من الأستاذة إيمان أستاذة إيمان اتفضلي سلام عليكم عليكم سمع كادة اتفضلي حضرتك ده أسأل بس على أساس أن أنا يعني الجسم يضعيش شوية فلما باجي أطلع رصيف أو أنزل من مواصلة بطر أن أنا أسند على واحد على واحدة الواحدة مش مشكلة بس بسند على واحد يعني من ظهر إيده كده بسند عليه فكنت عايشة استوصر يعني دي مش كويس ولا إيه طيب بتسألي على أن ده بينقض الوضوء ولا بتسألي أن ده حرام لا لا مش نقد وضوء عموما يعني لا لا ده مش حرام لا هذا ليس حرام لا مش حرام وما تحاوليش اتفضلي نعم اتفضلي اتفضلي فأنا بقولك لا ده مش حرام وليس عليك اسم في هذا انت عشان انت مضطرة لهذا ومحتاجة لهذا اي خضر في واحد اسمه عبداللهيان ايه عبداللهيان ده من ايران تقريبا او هو حاجة زي كده في حاجة كده عبداللهيان ايه عبداللهيان انا لم يرد امامي ان هذا اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى ولكن اسمحي لي ان انا اعمل كثير من البحث لان احنا عندنا الاساس ان الاسماء الله سبحانه وتعالى لها ضوابط والعبودية لا تنسب لله سبحانه وتعالى لا تنسب حقيقة الا لله وان كانت مثلا نسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زي عبدالنبي مثلا فبتنسب على ان هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولدي ادم ولا فخر فلازم اشوف الاسم دوت وايه هي الاسسة الاسسة بمعنى ايه ان رسول الله عليه وسلم هو سيد ولدي ادم فانا لازم اشوف لفظ الاهيان دوت ايه المقصود به وان شاء الله انا حتى لو ان حضرك ما سألتنيش بكرة عليه انا ان شاء الله اجاوب على حضرت اجاوب على السؤال دوت اه بغيري سؤال ان شاء الله معايا الاستاذة منال استاذة منال اتفضلي عليكم عليكم سلام عليكم يا تبارج طبعا في واحد واحد يقول لي تم تقول ان ده حرام على طول واحنا احنا ده مش ده انا انا ابلغ عن رب العالمين فلازم ايه اه اه انا ممكن نبحث عنه وهو يعني بعد الفاصل ممكن نتكلم عنه ان شاء الله اه استاذة منال اتفضلي اه والله يا شيخ انا يعني فيه مثلا حد بيديقني فيديقني مدايقة جمدا فانا يعني غصبا عني ببقى بفضل بقى طول النهار مثلا اقعد اتكلم عليه ان هو مثلا مدايقني وانه مثلا بعد اتحسب يعني كده فانا سمعت ان انا عشان خاطر طبعا يعني عشان خاطر يسمحني او ما ياخدش بالني حاجة يوم القيامة ان انا قاعد استغسر له اه بس انت مش لازم لو هو بيديقك وانت مش قادرة تسمحي او مش قادرة تتحملي ده طبعا الذي يسمح الناس يعني اجر ويكون عالي هالجزاء الاحسان الا الاحسان وبيحصل لشخص العظيم لكن في نفس الوقت ما يبقاش مطالب بان نفسه ترجع زي ما كانت افراضي هو مش قادر مش قادر نفسه تصفه لهذا الشخص لكن الاولى ان نفسه تصفه ولذلك كان العرض العرض على سيدنا او بكر الا تحبون ان يخفر الله لكم فقال احب فلذلك سامح مصطح اللي هو كان بيعطيه المال وبعدين منعه لما هو تكلم في حادث الافك فيبقى اذا لو انك انت بتقولي انا مش قادرة ضرابي نفسك لغاية ما تقدري لكن مش معنى كده ان انت لو مش قادرة دلوقتي تبقى انت عصية اذا كان هو بيقذيك ويصل اليك الضرر وده هو تتوازن في التعامل مع النفس بعض الناس يقولوا لا لازم تعمل كذا دلوقتي فيصل في بعض الاحيان ان بعض الناس مش قادرين بيقولوا الدين ده صعب ومش قادرين على الدين ده بتاعكم ده خالص في امتي حضرتك انا بقول ايه بالنسبة ان انا بختابه لا الاختياب حرام ايوة تعملي كده الاختياب كبير ما تعملهاش ما نعايز اكفر مثلا عن ذنب ان انا بختابه فيه يعني انا غزبا عني بتختابيش ازاي بتختابيه منك ومن نفسك يعني او بحكي الحد مثلا بتحكي الحد ده الحد ده بيشتغل ايه لا شخص عادي يعني لا شخص عادي ما تقوليش الكلام ده توبي الى الله سبحانه تعالى واستغفر الله سبحانه وما تختابوش خلاص توبي الى الله وتوقفي وتوقفي عن هذه الغيبة لانه حرام انا كنت ما تظن ان انت بتقولي انا مش قادرة اجي على نفسي عشان اسمح لا ما تحكيش لحد لان الحكاية الحد دي اما تكون غيبة او بهتان فلذلك ما نعملش كده نعم استاذ محمد استاذ محمد عليكم استاذ محمد تفضل ايه استاذ محمد انا وقت انا وقت ازيؤ زعلانين من بعض نعم علي استاذ محمد انا وقت زعلانين من بعض انت واختك ملكه زعلانين من بعض اه زعلانين من بعض وبعضين بسبب العزال انت مدى شكرا بسبب 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 العزال عزال ايه بقى عزال فرح يعني اه يعني انتوا دلوقتي اختلفتوا على عزال فرح معين وبعدين طيب وبعدين فين السؤال يا استاذ محمد طيب ومعليش السؤال متداخل شوية لو حضرتكم تقولولي سؤال الاستاذ محمد ايه لو انتوا سمعينه كويس في كنترول طيب سيد محمد انتظرنا احنا نرجع فاصل تاني ونرجع نجاوب على سؤالك ان شاء الله ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا الاسئلة اللي سمعناها منكم معليش الاستاذ محمد اللي كان معانا بعد قبل الفاصل لو اسمحت ارجع اتصل بنا تاني بس اتصل من مكان يكون الشبكة فيه احسن عشان اقدر اسمع سؤال حضرتك نعم معانا الحج علي من المنوفية اتفضل يا حج علي حج من بحيرة اتفضل يا حج علي من البحيرة اتفضل يا فاندي اه سؤال ما ارش لو سمحت دكتور عامل انا عندي سبعين سنة ان شاء الله شاب ان شاء الله اه ودوجت واحدة من حتى اسمها بعد فيه وكده بشوية طيب وقعدت معي حوالي عن عشر اخمستاشر يوم وبعد كده عادت جلال من الفائجاني اللي عيشها والحتيها والروهية اتفضلت بخوها وصدق بصدق على الفائجيبها الواجهة وانا انت انا عيدها غضبا عمي فايه دلوقتي الحالة دكتور عامل فانا عمدتها الاهلة ليه وديتها الاهلة مش تحاول معا ما انت حضرتك يعني حكيم وعاقل يا اول ما تقول انا عمالك اللي تخلصني من ربنا كله ورب شاهده وكيد على اللي انا بقول طب بتسألي عن سؤال يا حج علي بتسألي عن اني سؤال السؤال انا بذلك ثلاثة عمارة عشرين طيب وكاتب اي مدخن خمس تلاف يعني ولا خمسين الف طيب وكاتب اي مدخن خمسين الف طيب تعمل عشرين فين بقى السؤال السؤال دلوقت هل هما يحقلهم المهر والاية ولا دلوقت هما اللي طبعا هي مربة تعيش مربة انها فايه الحال المتبط بما يرجي الله لأجل ملدل طيب اكلم حضرتك يا حج علي بروس يا حج علي احنا عندنا طرق للطلق كفال للشر يعني المفروض الرجل بشتغل في مسألة منع الطرق مش يا سعد فدلوقتي انت حضرتك كتبت ما كتبت مؤخر عشرين وخمسين دلقا ده كله على بعضه كده اسمه مؤخر ده اسمه الصداق طيب انت بتقول لي بقى انا دلوقتي مضرور ان انا بطلق واحدة بعد خمستاشر يوم وعشان كده قلتلك ايه عشان ما تبقاش مضرور لازم تحاول فقلتلي لا انا مش عادر احاول انا جبتي اخري لو انك انت طلقتها دلوقتي وانت طلقتها مش هلل ابراء هتدفع كل ده هتدفع لعشرين وخمسين ليه لان انت اللي طلقتها فطلقتها يعني ايه انت الذي بدرت بتطليقها لا انت بتقول بقى انا مش هينفع ده خلاص المسألة تانية بيبقى دي صيغة طلاق اخرى بس صيغة الطلاق اللي انت اتطلق فيها زكتة دلوقتي لو اتطلقها كده الطلاق اللي هو بنبل لا هتدي لها هتدي لها كل حقوقها لا انا حاس ان انا مضرور وعايز اتفاوض معاها على ان انا ما تضررش كل الضرر ده ده متاح ومش حرام ده متاح ومش حرام بحيث ان انت تنفي الضرر عن نفسك وما تضررش حد تاني ده الكلام اللي احنا بنقوله للناس لما تفارق بحيث ان هي ما يحصلش ايه ما يحصلش ان فيه واحدة امرأة تم ان هي تزوجت وما تحصلش على صداق وانت في نفس الوقت لو عندك ضرر تتخلص من هذا الضرر بس الاساس ان الراجل النبيل بيطلق زوجته ويعطيها كل حقوقه نعم استاذة مانان تتفضل سلام عليكم وعليكم السلام عليكم حكاته استاذة مانان دكتور عمد انا بحاول اوصل لحذرتك عشان فيه موضوع اياني انا يعني عايز اتكلم مع حذرتك فيه مش عايز اوصل خالص بعد الهواء على طول حذرتك خد رقم تليفوني والتواصل معي وان شاء الله اتشرف سلام عليكم فيه سؤال بس هو مركز افشال الزباجي هو حذرتك بتكون موجود فيه على طول يعني في الوقت اللي احنا بضوح لان انا مهمة جدا بالنسبة لي ان يكون حذرتك موجود لان انا يعني مقتنع جدا بقرأة حذرتك وحكمتك وكل حاجة يعني حاضر حذرة يعني حذرتك لما تصل بياه اكلم حذرتك وان شاء الله رب نسأل ان شاء الله استاذ مني سلام عليكم الله عليكم سلام عليكم يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن مهارة من افضل واهم المهارات في الحياة الزوجية وهي مهارة التعامل مع النجاحات الانسان الجيد مش هو بس اللي بتعامل مع المصاعب ولا مع الشدائد الانسان الجيد هو اللي بيقدر يستثمر كمان اوقات الفرح واوقات السعادة عشان تبقى ممتدة ويا سلام لو اوقات النجاحات كمان واحنا بنشجع شركاء حياتنا هنشوف بعينينا ازاي الاوقات ديت بتتحول الى ذكريات حسنة تفضل معاهم طول الحياة لحظات واحنا بندير وقت النجاح ازاي نقدر نوصل للنجاح وازاي النجاح ده يمتد هي لحظات من اهم اللحظات اللي بتبني السقة في بعض من اهم اللحظات اللي بتبني وتفتح قواب السعادة من اهم اللحظات اللي تخلينا اكثر نطجا واكثر محبة يا رب اجعلنا دايما من اهل المحبة والمودة اجعلنا دايما في سكينة لاننا متيقنون بانك مددنا وسندنا فيا سندنا ويا مددنا اجعلنا على الدوام من اهل الرشد ومن اهل حسن المعاملة واجعل حياتنا على الدوام يا رب العالمين في حسن عشرة وحسن مدد منك يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين اجعلنا في سعادة على الدوام يا رب العالمين